اليوم يبدأ سخن قليلا لأنه بدأ في غابات ما لا يعلم مكانها إلا الله والمخرج والمصور وتقم التمثيل ويعني قليلا التعبين في الفيلم وكان في فرقة جيش في الغابة دي ولأنهم عاوزين يستخرجوا منها نبتة فعاليتها حلوة في علاج البشر وبالصدفة شافوا بنت جميلة وأول ما رأيتهم هربت وفجأة في تعبان أملاك جدا بدأ يهاجمهم وكانوا بالنسبة له شبه النمل غير طبعا أن أسلحتهم للحظة من اللحظات كده حاست أنها أسلحة لعبة وفي واحد من الجنود هربت فوقع في الكهف ولما بص قدامه تفاجئ بأن النبتة اللي بيبحثوا عنها موجودة في الكهف فبلغ القوات لكن محدش سمعه وهو بدأ يحس بدورب بسبب قوة الإشعاء اللي خارج من النبتة وفجأة شاف قدامه نفس البنت في فرح أهو قلب حمدي الوزير كده في نفسه لكن فرحته تقلصت لما اكتشف أن التعبان فوق راسه ومنحص نحظه أنه ملحيش يخاف كتير وهذا لأن التعبان كانوا بسرعة عادي يعني وبعد ما بلعوا راح للبنت دي وشكلهم كده صحاب ولفوا حواليها وبدأ يتحلل وتقريبا كده النبتة دي سحرية وطلعة منه ودول مجموعة مستثمرين في مجال الأدوية ورايحين للرجل ده واسمه جيانج وصاحب شركة أدوية ضخمة وقالوا له احنا بقالنا سبع سنين بندفع فلوس وما شفناش منك أي مقابل فقال لهم يا شباب يا شباب متضايقين ليه دول سبع سنين بس دفعته كم مليار يعني دول شوقت فك عادي وعامة أنا اكتشفت مكان نبتة لما نوصلها هتتحول شركتنا دي من شركة ضخمة لشركة متحكمة في سؤول الأدوية العالمي وقريب هنقدر نروح نصيف في جزر المالديف يلا طبستوا بقى بس الأول طبعا قبل ما نفرح بجزر المالديف لازم نروح نستخرج النبتة دي من الغابة واللي هساعدنا في المهمة دي أكبر علم في مجال الأدوية واسمه ليتشانج وكمان هيكون تحت حراسة يانج فان ده بقى كائم مدرب على انه يعرف يعيش في أي مكان ويانج حس اوي بالعظمة في نفسه كده لما قاعدوا يمضحوا فيه وحب يعمل نفسه برينس فستطف فرشة طيرة في الهوا اللي هو أنا جامد اوي ومش عايز اقولوك انه بعتصنار كمان وتاني يوم راحوا النفس الغابة واختاروا يمشوا في الطريق البحري ونفس البنت لما حست بوجودهم راح اترعيبهم وشافت ليه وهو بقدم احترامه لحاجة اسمها شعار التنين وكان محترمه اوي ففرحت بيه واسف فجأة فيه جيش خفافيش عملاق مر من نفسه ما كان عن طريق الصدفة فشافوا الشباب دول وفيه خفاش قال لصاحبه وقال له الحوالى لقيت غدا النهاردة اتعشت يا ابن المحزوزة ونزلوا خدوا منهم اتنين ودربوا لهم اتنين كمان والجماعة دول عرفوا يهربوا منهم في الاخر وفرحوا اوي انهم هربوا وحقهم بقى يفرحوا لانهم مكانوش يعرفوا ايه اللي بيقوم تحتهم وفجأة التعبان الاملاق خرج من تحت المية فقلبهم بملكبهم ودمرها وكله دوهر العمل اليابس عشان فوبيا المية الواحد طبعا ما بيكونش عارف ايه اللي تحت رجله ولو سمكة عدته في الوقت ده ممكن يغمع عليه من الخوف لكن ليه كبير العلماء اغمع عليه في المية واخر حاجة كان شافها هي البنت صاحبة التعبان دي وراحت له عشان تنقذوا لانها شافته بيحترم شعار التعبان وفجأة التعبان راح لف حواليهم وسبهم ومشي عشان يتفهم مع العالي السيس دول لكن كانوا عملين له كام فخ وضربوا بيهم وكمان عارفوا ويربطوا بشوية حبال كهربائية كده عشان ما يعرفش يتحرك وبكده فكروا نفسهم اشباح بقى ومحدش قادر عليهم وخلاص خلاصوا على التعبان لحد ما البنت دي طلعت ليه من المية واتطمنت عليه وثابته بقى وراحت تساعد التعبان وخدت سهم كهرباء بداله فحسب نفس الالم اللي هي حست بيه فتعصب على اخره يعني كل الدرب اللي هو اخده ده ما عصبوش انما السهم اللي اخدته ده هو اللي جننه ووجعوا قوي لانهم متصلين ببعض وبيحسوا بقلم بعض وفجأة جنن عليهم وبدون تفاهم خلص عليهم في كل ما ونص وليه وصل وشاف البنت ويامت كهرباء فشال السهم منها واخدها وبعيد عن المعركة يعني والعقد اللي هي لابسه يعفخده وشاله ولانه مش فهم اي حاجة من اللي بتحصل وخايف عليها اخدها ورجع تاني للمدينة والمقر بتاعه بسرعة وقدم لها العلاجات اللازمة عشان تفوق وهي لما فقت خافت جدا لانها في مكان غريب لحد ما شافت القطة بتاعت ليه فكررت تتغدى بيها وراحت وراها عشان بقى يعني ايه المام بقى ماما مهم ولما نزلت شافت ليه وبيكلم جيانج مدير وبيقول له ان الاسويرة اللي لقاها معاها فيها عينة بسيطة من النبتة لكن مع انها بسيطة قوية جدا وطبعا البنت مش فهم حاجة من الكلام ده وهي اصلا مبتعرفش تتكلم لانها عايشة طول عمرها في الغابة وبعد كده قال له ان البنت متصلة بالتقبان بشكل مش طبيعي وعشان كده انا خدتها معايا عشان ادرسها ولما نزلت بنت المدير شافتها فامرت رجالتها تقبض عليها فهربت منهم ولي حاول يروح وراها بسرعة عشان يرجعها لكن بعدت عنه الحد ما بالغلط دست فامامة كهربا ببطارية عربية فجسمها تكهرب جدا والقفع حست بكده وداقت جدا برضو فرحت لها عشان تنقذها وفي الوقت ده لي وصل عندها وانقذها من الكهربا واخدها معا ورجع تاني وتاني يوم يا صاحب بادر شوية والقلبة البيت خربة ولي لما شاف كده حاول يعلمها ازاي تأيش به البشر وتتعامل زيهم وكمان ما تاكلش الكاينات اللويا مربيهم حاول يعلمها تاكل اكل البشر وسمعة كلامه فكالة اكل القطط وكمان سمها يي يي وبعد دراسة طويلة في النبتة اللي شافها فل اثورة بتاعتها اعرف ان التعبان الضخم اي تغذز على هذه النبتة وعشان كدا عمره بقى طويل جدا وكمان نموه زيادة عن اللزوم ولأن هذه النبتة غزاء يظهر أدوانية قوية جدا لا يحد يقرب منها وهذه ابنت صغيرة عادي وتلعب بالسكوتر والتعبان رجعوا لها تاني فبعدت عن أبوها ورحت بنفسها عشان تشوف ايه اللي في الشجرة دي وكان بيلعبها لحد ما في واحد خطفها واحتجازوها معهم في عربية والتعبان رحلوهم عشان ينقذها وأول ما شفوه خافه فقالوا ينزلوا الطفلة عشان يأكلها ويسيبهم لكن عندما عملوا كده يعتبروا وقدموا خدمة للتعبان وسهلوا مهمته لأنه كان لهم بالعربية اللي هم فيها وبعد كده البنت شلت سهمة كان مصاب بيه من اخر معركة حصلت بقى معهم وعارف يرم الجرح بسرعة وبقى أصحابه وسابها وراح بقى عشان يرمي العربية في بحر جنبهم ويحست بيه وبتقلم وراحت للمكان اللي هو كان فيه فشاف الدمه اللي نزل من مكان السهم وليه خدها وراحوا بقى عشان يأكلوا في مطعم والمطعم ده كان متخصص في بيع لحم التعبين لا والمينيو عبارة عن كل الطرق اللي ممكن يطبخ بها تعبان ولما شاف المينيو خاف وقال ايه اللي خلان اجيبها البيت دي انا ويه بدأت تحس بالتعبين اللي في المكان ويبتتقطع وكمان الناس بتاكولها فاديقت وقامت دمرت المكان على رأس صحابه والمدينة كاملة قارفت ان التعبان موجود وبدأوا يبحث عنه وكمان الصحافة عملت لقاء مع البنت اللي التعبان انقذها وكان فيه ناس متعطفة على انه تعبان طيب وانقذ بنت من تجار الاعضاء البشرية وليه بدأ يحب البنت صاحبة التعبان وهي كمان اتعلقت بيه وما بقاش عاوز يعرض التعبان لخطر لانه لو اتقذى هي كمان هتتقذي لكن جيانج صاحب شركة الادوية وبنته اجروا فريق امني وراحوا خطفوا لي ويه والله سامحكم على اسماء اللي انتو بتسموها البعض دي وطبعا هم بعد ما خطفوهم حاولوا يقذوها بكل الطرق الممكنة عشان التعبان يحس بالقلم ويروح عشان ينقذها وفعلا عملوا كده وحجزوها قدام عين لي وفضلوا اضربوا فيها قدامه وبعد ما خلصوا ضربة حطوا فرزها جهاز موجات صوتية قوية وشغلوا بكامل قوته وده اثر عليها جدا والتعبان اتأثر من كده وبدأ يهاجم المدينة بالكامل ويدمر اي حاجة في طريقه لحد ما وصل لكن كان معموله فخه اول ما وصل الكهرب كهرباء قوية فاغمع عليه وفيه فريق طبي كامل بدأ يشرح في جلده وده لانهم عاوزين ياخدو منه عينات وكمان ياخدو من دمه عينة لانه فيه طاقة قوية جدا وتعمل علاج يغير مفاهيم العلاج خالص وكمان اكتشفوا ان من عظمه ان التعبان عايش بقاله اكتر من 350 سنة وليه عارف يهرب ويوصل ليه وكان مغمع عليها ومن كتر التعذيب اللي تعذبته فحررها واستخدم جهاز نبضات كهربائية عشان تفوق وفي نفس الوقت التعبان كان يتأثر بالنبضات دي لكنه ما فقتش وليه حزن عليها جدا ونم جنبها انما التعبان بقى فاق من النبضات دي والصحيق وكان يعني قام يهاجم الكل وكان في جيش كامل مستنيه بره وبيهاجموه بكل قوتهم لكن زي ما قلت لكم كل ده بالنسباله كان يعتبر لعب عيالي ودمر الجيش اللي كان بيهاجمه كامل بكل بساطة وكمان قاتل البنت بنت صاحبة الشركة اللي كان شايف بنته في الكاميرا وهي بتموت قدام عينه وفقت وراحت بسرعة عشان تساعد التعبان وليه لما صحيح ملقهاش جنبه فراح وراها عشان يحاول انقذها لكن وصلت بعد ما كان التعبان خلص على الكل وقرب منها في هدوء تم كده اللي هو وحاشتين يا اوي وفي نفس الوقت ليه وصل والتعبان اتعرف عليه ومهاجموهش وقرب منهم هو كمان في هدوء بعوصحاب يعني خلاص وراحوا عشان ياخد من الاندبادة او يقتل التعبان وكانوا حطين عليه جهاز التتبع وعشان كده عارفوا مكانه لكن ليه طلع قدامهم بجهاز التتبع وقال لهم انا اللي هنا مش التعبان وجيانج لما شافوا الدق منه لانه وقف في طريقه فضرب وطلق في رجله وليه قالوا انا مستعد احميهم باي طريقة او حتى لو الموضوع ده هتكلف حياتي وحط صراع على صدره وجيانج ما كدبش خبر وقال له لا كما تريد وقتل وفيه جيش من الخفافيش هجم عليهم بسبب ريحة الدم ومسابههم شغل لما خلص على كل اللي موجودين وجيانج خاف وهرب ونزل في الكهف اللي في النبتة بالصدفة ولما شافها فرح جدا وقال اخيرا لقيتها وحس انه خلاص وصل لهدفه لكن ما فرحش قوي لانه برضو لقى اي واقف قدامه والتعبان وقف في راسه وبلع في بق واحد ويه كانت حزينة جدا على ليه وراحت قاعدت جنبه وفضلت تفتكر كل ذكرياتها معاه ونروح قبل ثلاثة ايام من موت له وهو كان يعمل ابحاثه واكتشف انه في دمها نفس المادة اللي هم محتاجينها عشان يعملوا العلاج وابحاثهم لكن في نفس الوقت عارف انه العلاج ده قدمه هو مفيد جدا خطر جدا وهيجي عنده مرحلة كده وهيدمر البشرية بالكامل وعشان كده مسح ابحاثه وما سمحش الحد انه يشوفها وكمان ساعدهم في انهم يهربوا وفيه افعتين عملقة على الارض واحدة خير وبتستخدم قوتها عشان تحمي الكون والتانية شريرة وعاوزة تستخدم القوة عشان تدمر الكون ومن حصن حظنا ان الوقت اللي الفيلم بتصور فيه ان الخمسمائة سنة خلصوا والبنت المنتظرة اتولدت وعشان كده اصلا احنا نتفرج على الفيلم دلوقتي وبيبدأ بمكان متدمر وفيه شرطة بتحاول تعرف ايه سبب الدمر ده وده ايسان وشغلت صحفي وراح لمكان الحادث وشاف حاجة غريبة كده كان باين منها جزء صغير تحت الارض فاستغر ابو فوضل اكلم نفسه لانه حاسس انه شاف الحاجة دي قبل كده وبعد كده مسك السلسلة اللي فرقبته وقال الحاجة دي انا متأكد اني يعرفها ويسان كان لسه طفله وراح مع ابو المتحف ببيح حاجات عاطيقة وقديمة جدا وراح يتفرج على المكان وفجأة فيه صندوق غريب اتفتح قدامه وكان فيه نفس القطعة دي اللي كانت ملفونة وطلع منه ضق قوي جدا وفجأة برضو الدوق ده دخل في ايسان وصاحب المكان اول ما شاف كده قال له اخيرا لقيتك وبدأ يحكي له ايه اساس وجود قصة الافعال املاقة اللي بتتحول لتنين وقال له ان زمان الطاقة الروحية دي نزلت على الارض وكان معاها مقاتل عشان يحميها والمقاتل ده اسمه جاك والطاقة دخلت في بنت اسمها نارين وما كانتش ضد تستخدمها اللي لما تتم العشرين سنة وعشان البشر يحموها عينوا ليها محارب قوي جدا اسمه هارام وكان بيتدرب تحت ايد المقاتل اللي نزل مع القوة الروحية عشان لما الافعال الشرير تحول تسلطر عليها عشان تاخد قوتها هو يحميها وبسبب وجوده جنب نارين طول الوقت ويع في حبها وهي كمان ويعت في حبه وجاك قال له هارام انت دلوقتي مستعدة تستلم مهمة حماية نارين لكن تعال لاني عاوزك تقابل شخص معين وخدوا عند البحر وفجأة فيه افعال املاقة طلعت قدامهم وجاك قال له هي دي بقى الافعال الصالحة اللي المفروض هتاخد القوة الروحية عشان يتحول للتنين عظيم واتدفع عن الكون ضد التعبان الشرير وبعد كده ادلو ترسلة الشباهي اللي ايسان لابسها وقال له دي المفروض انها هتحميك من اي خطر يقرب منك وفي نفس الوقت جيش الشر الاملاق هجم على المدينة اللي نارين فيها لانهم محتاجين القوة اللي معاها وكانوا مسلحين بكائنات ضخمة وعليها مدافع غير الديناسورات وكان جيش شكله مرعب وهجموا على المدينة ودمروها بكل بساطة واحتلوها وبدأوا بقى يبحثوا في اي بنت على علامة التنين اللي بتكون في كتفها لانها تكون هي دي البنت المطلوبة وفعلا بعد بحثة ويل وصلوا البيت حاكم المدينة وابنته كان عليها علامة التنين فخدوها ومشيو لكن هرام وجاك هجموا عليهم وهرام عارف ياخد نارين ويهربوا وجاك حاول يعطلهم بقدر المستطاع لحد ما خد اصابة في كتفه فقال لقى الموضوع كده خطر وما بالدهاش اه مطير بقى وفعلا انطره محدش يقول لي عملها ازاي لما تبقى قصيني هتعرف المهم انه رح لهرام بعد شوق تغيران حلوين كده لكن لا ارامي سلسلة وخد نارين وهربوا لكن الافعة الشريرة طردتهم بنفسها وكانت مرعبة جدا وهرام خد نارين ونطه من مكان عالي في المياه ولان المكان كان عالي جدا ماتوا وإيسان كان عاوز يعرف باقي القصة لكن جاك قال له انت عبيت انت عبيت ياد؟ هل انت عبيت؟ بقول لك ماتوا عاوز نهاية ايه تاني ودلوقتي فتخ خمسمائة سنة على الاحداث دي والمفروض ان انت اللي هتحمل بنت المختارة الجديدة وهذا السلسلة اللي كانت مع هرام وقال له لعلمك انا جاك اللي كان معهم من خمسمائة سنة وانت المفروض تكون هرام والمفروض ان احنا موتنا لكن دي حياتنا التانية على الارض ولازم نستغل حياتنا التانية دي بطريقة افضل وهتقابل بنت اسمها سارة وهيكون على كتفها علامة التنين ولما تتم العشرين سنة لازم تخدها عند الافعاد الطيبة عشان تديها القوة وتنقذنا من الافعاد الشريرة نرجع بقى لإيثان لما كبر وافتكر كل الكلام ده فعرف ايه اللي هو شافه تحت الارض فراح بسرعة يبحث في قاعدة البيانات عن سارة اللي هو عاوزها وجاك كان طير وتقريبا كده هو بيعمل يوجد طيران ومحدش برضو يسألني عملها ازاي يعني ما حدش لما تبقى صيني هتعرف وفجأة جاك حس بوجود قاعد جيش الافعاد الشريرة والقاعد ده اختارك باب حديد قدام واحدة فقالت ايه ده اما جرب كده لكن الموضوع ما زبطش معها اوي وسركت ماشية في الشارع وفجأة فيه ثلاثة طلعوا يغلسوا عليها لكن ملحقوش لان جاك كان بيرقبها وراح عمل معهم الصح ومشي وبالليل حارس حدوكة الحيوان سمع صوت الافيال عمالة بتستغيث باي حد فراح عشان يشوفهم لكن اتصدم بافع عملاقة قدامه وكانت حط فيل كامل في بقها كأنه لعبة فخاف وهرب وراح يبلغ الشرطة باللي شافه وقال لهم انا شفت تعبان عملاق جدا وكان فيه الفقار مواحدة فحولوا المستشفى المجادين بدون ما يفكروا وسارة وهي نايمة حلمت بان عربتها تحولت لجلد تعبان فخافت وفجأة في واحد ظهر من وراها ومسكها ولما صحت كانت خايفة جدا وعلامة التنين اللي في كتفها طلعت دق قوي جدا وبسبب الدق دوات وجعتها وحست باصابة جمدة في كتفها فطلبت اسعاف وراحت للمستشفى وصاحبتها راحت لبيتها بقى عشان تاخد لها شوية هدوم وحاجات لزوم المستشفى بقى والكلام اللي بإذن اللي ما حدش يجربه ده المهم هو صاحبتها في البيت اتصدمت بالافع الاملقة فوشها وكانت رايحة عند بيت سارة لانها عاوزة تاخد القوة منها والبنت حاولت تهرب هي وصاحبها لكن قائد الجيش ده ظهر قدامهم واتر الودة اللي كان معها والبنت حاولت تهرب لكن يعني ملحقتش لان الافع عزلاتتها ولما ملقتها دي صار رميتها تاني وإيسان راح لمكان الحادث بما انه صاحفي وعرف من الجيران ان سارة كانت في المستشفى مش في البيت وقت اللي حصل فرح المستشفى عشان يحاول يحميها ولما قبلها قال لا ما تخافيش انا مش جايك تبقص عنك انا هنا عشان احميك وفي نفس المستشفى الدكتورة بتشوف الراجل اللي شاف التعبان الاملاك في الغابة وكانت بتحقق معها عشان يعني ممكن يحولوا المستشفى المجانين فقال لهم انا مش مجنون ومتأكد من اللي انا شفته وفي نفس الوقت لها نفس التعبان واقف بيبصرهم من الشباك الوراه فقال الدكتورة ظهر الحق بص وراكي وانتهت شوفيه لكن لما بصت ملقيتش حاجة لان التعبان كان ماشي وفي يعني بالطلاق دي وما تأكدوا ان هو كده بقى مجنون رايزك والتعبان بدأ يجي من المستشفى عشان عاوي السارة لكن ايسان خدها وهربوا وركبوا العربية مع بروس ساحب ايسان وهربوا والتعبان حاول يروح وراهم بسرعة لكن عارفوا وهربوا منه وقابلوا قائد الجيش في قوشهم فشلوا بالعربية وتكملوا هربهم وجيش الشر بدأ يتكون من مخططات يابانية عاطيقة وخرج منها جنود وكائنات الاملاكة والموضوع كده وسع والحكومة بدأت الدخل وتعقبوا مكان التعبان وعنده قال لهم نورتوني والله وخرج عادي قدامهم يعني هو ما عملهمش اي حاجة بس هم خافوا بقى خافوا جدا كمان ما عرفش ليه بصراحة يعني وما ازاهمش ما عملهمش حاجة وراح وراهم وفاجأة جيش التعبان وصل والقائد قتل العساكر بضربة واحدة وصرا راحت لدكتور مخه اعصابة عشان بدأت تحس انها بتهلوس واول محطها على جهاز دراسة المخ بدأت تسترجع ذكريات الماضي اللي كانت نارين عايشها من خمسمائة سنة لانها هي ونارين يعتبروا شخص واحد وشافت كل حاجة وعرفت كل حاجة وفاجأة طارت في الهوى وطلعت هالة غريبة حواليها وكانت قوية وفاجأة كل حاجة رجعت لطبيعتها تاني والتعبان عارف ما كان صراحة من هذه الطاقة ورحلها لكن هربت كالعادة وإيسان خدها في عربية وهربوا والتعبان حاولوا الروح وراهم لكن كانوا اسرع منه وهربوا ما عرفش ازاي بس هو ده بقى اللي حصل يعني ما عرفش بصراحة يعني ممكن يهربوا منه ازاي المهم التعبان كان بيعرف طريقهم حتى لو صرا رجعت بطنهم مع تاني ويطاردهم في كل حتة ويدمر اي حاجة بتقف طريقه بشكل مرعب فطلعوا بسرعة على برج عشان يهربوا منه بطار هريكوبتر لكن ما سابهمش وبدأ يطلع على البرج هو كمان وكان واخده في حضنه اوي واول ما طلعوا بالطائرة قافش فيها عشان ما يهربوش والطائرة كانت تتدمر وعشان كده إيسان خسروا نطوا منها وبعد كده وقعت وتدمرت والتعبان وقف يبصولهم وهو خلاص بقى حاسس ان وصل لهدفه وكان واخد البرج في حضه في منظر يعني بصراحة كده كمرعب جدا لكن فجأة الطائرات الحربية ادخلت وبدأت تضرب بكل قوتها والتعبان حاول يقاوم معهم لكن ما عرفش يقاوم كثير وفقط توازنه ويعمل على البرج بسبب قوة الضرب لكن الدعم وصل للتعبان وكانوا تقريبا تنينين او ديناصورات بالطير انا بصراحة مش عارف ايدي وكانوا يعني اتبع جيش الشر ودمروا الطائرات وكمان عملوا هجوم ارضي بكائنات الاملاقة اللي معاهم دي غير طبعا الديناصورات الارضية وكانوا مجهزين بمدافع متطورة عن المدافع بتاعت العصر الحديث والمعركة كانت قوية جدا في الشوارع ان كانت في الارض او في الجو وقوات الجيش حاولت تقاوم بكل قوتها لكن العدو كان قوي جدا وعدده كبير يعني متخيلين ان تكونوا بتحاربوا جيش بيستخدم الديناصورات حيوانات قريفة ونهاية الحرب دي ان جيش الافع الشرر عارف يوصل لايسا وصرا ودمروا العربية اللي هم فيها واخدوهم اسرا ويسا لما فقلها نفسه مربوط في مكان غريب ومليان جنود عددهم ضخم وشافهم واخدين سرع عشان يضحوا بها وياخدوا منها القوة وربطوها في مكان كده والافعى الشرر طلعت في منظر مرعب ووقفة قدامها وهذا لانها عشانها تبقى مستعدة تشفط القوة اول ما تطلع منها وإيسا لم يكن اعرف يعمل او اي حاجة وكان بحاول يحر نفسه باي طريقة لحد السلسلة اللي هو لابسها عملت طاقة قوية جدا وفجأة السماء لونها بقى ابيض والطاقة اللي طلع من السلسلة بقت اقوى وعملت انفجار قوي جدا ودمر المكان كامل والجيش كله مات بحيواناته ومخلوقاته كل الجنود وكل شيء الا القائد والافعى والقائد كان هيقتل سرع لكن ايسا انقذها ودخل معه في معركة لكن كان ضعيف جدا والقائد ده ضربوا بسيفه لكن السلسلة دفعت عن ايسا وطلعت طاقة قوية برضه وحرقت القائد وفي الوقت ده الافعى فائت تاني وقسا انفك سرع وقبل ما يهربوا الافعى كيتتاكلهم لكن افعى الخير وصلت ودفعت عنها يعني لحقيتها على اخر لحظة ودخلوا في معركة مع بعضه وكانت قوية جدا لكن الافعى الشريرة هي اللي انتصرت لان افعى الخير كانت لسه ضعيفة لانها بتستخدمش قوطها قوي وفي الوقت ده سرع ضحت بنفسها وسمحت للطاقة تطلع من جسمها للسماء وتكونت على شكل كور الطاقة كده وتحكمت فيها بايدها لحد ما وصلتها للافعى الخير فكلتها وبعد كده سرع ماتت وافعى الخير بدأت تتحول لحد ما تحولت لتنين قوي جدا وبيقدر يطير وطلقت للسماء ونزلت بكل قوتها على الافعى الثانية وكلتها علقة محترمة وبعد كده ضربتها طاقة من بققها شبه جودزيلة كده فقتلتها في وقتها واللي ما شافش جودزيلة هتلاقوني عملكوا الجزء الاول والتاني في الوصف لللي يحب يشوفهم المهم ان ان تنين نزل قدام ايسان وطلعت طاقة من بققه وكان فيها رسالة لأيسان وصارة قالت له اصبر يعني 500 سنة يا بيبي وهنكون مع بعض تاني وده هيكون في حياتنا التانية ومش هيكون في اي قوة بتهددنا تاني ورجعت بقى تاني للتنين اللي خدها في بققه وطار للسماء وودع ايسان وهو عينه كلها دموع لانه خدره حصار وطار وكمان جاك لما حس ان مهمته كملة اختفى بقى وماته وكمان وتقريبا كده ايسان بقى وحيد يعني ولو حد صعبان عليه ايسان ممكن يروح يقعد معي وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعالوا زر الجرس واللاقي الجميل